عندنا أيضا المسافر المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط يقصر الصلاة الرباعية فقط الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين إلا إذا صلى خلف إمام يصلي الصلاة الرباعية لابد أن يصلي بصلاته حتى ولو أدرك مع الإمام ركعة والتشهد الأخير إلا إنه نعم إلا إنه قدب التكنية ألمويه إمام النصافر أهيل هذو مرك إمام فأوصوها ليلو أفرت الرعب وتكنية حتى هذيه وكسوها قيرا العادة وقدم بيسايا وفي التكنية أفرت ركعة دولا نعم أما المغرب تصلى كما هي في الحضر والسفر وكذلك الفجر مغرب يسوي اسمه بدلاء يسمح اسمه بدلان سلو لوتك نايسده إلى اللباء نعم وله أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحاقوا بنان إن أولا بس الله جمعيه ظهرك يعصرك مغرب يعشاء إما جمع تقديم كأن يجمع العصر في وقت الظهر نعم أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر وحوق الجمعين كأنه جمع له يقال التقديم أو أينه صهر مريه أو ظهرك عصر ينظهر في وقت العصر أما التأخير أنه سميئه ظهرك ينظهر حق عصر وكذلك المغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير مغرب يعشاء نواله رمريك نواله بديك لكن لو صلى الجمعة لا يجمع معها العصر لكن هذه الروحة الجمعة كأنه عصر كأنك مجمعين أي نعم كذلك المسافر إذا صلى إماما أو صلى منفردا يقصر الصلاة الرباعية نعم أما لو صلى قلنا خلف مقيم يصلى بصلاته نعم شكرا